اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بكرة مباراتين في منتهى الاهمية الاهلي مع الاسماعيلي وبرامدز مع امبي ببرامدز في افضل احواله وفي صدارة جدوى للترتيب ومنافس حقيقي على الدوري هذا الموسم والنادي الاهلي اللي بيسعى للانتهاء من مؤجلاته علشان يوصل لمرحلة المنافسة عمليا ورسميا على لقب الدوري والحفاظ على اللقب الاهلي في افضل احواله افريقيا في الدوري كان يخسر العديد من النقاط قبل المباراة الافريقية يسعى لاستعادة التوازن في الدوري امام منافس هيفضل طول الوقت صعب في كل الاحوال اهلي واسماعيلي هي مواجهة صعبة في كل الاحوال اسماعيلي بيسعى مع الكابتن اهاب جلال انه يجمع اكبر عدد من النقاط بيحاول يدور على النقاط طول الوقت علشان يؤمن موقفه في جدول الترتيب بيرامدز و امبي هي مواجهة بالتأكيد صعبة على الجانب الاخر سواء على بيرامدز او امبي بس خلونا الاول في الاهلي والاسماعيلي واقول لك القائمة اللي اختارها مرسل كلها لهذه المواجهة بالنسبة ليه النادي الاهلي قائمة النادي الاهلي لهذه المواجهة في حراسة المرمى مصطفى شبير محمود الزنفالي مصطفى مخلوف في الدفاع محمود متولي محمد هاني عمر كمال عبدالواحد رامي ربيعة ومحمد عبد المرعم معالي معلول وفي الوسط مران عطايا وحمد عبدالهادر وعمل السلية واكرم توفيق وكوكا وريده سليم وبيرستاو وحسين الشحات وامام عشور وفي الهجوم الثلاث المعتاد كهربا وانطوني مودست ووسامة ابو علي المستبعدون من قائمة النادي الاهلي لهذه المواجهة بسبب الاصابة محمد الشناو شد في السمانة حمزة علاء شد في العضلة الضمى ولأسباب فنية خالد عبدالفتاح وكريم الدبيس وياسر ابراهيم وقاليو دينج وكريستو ومحمد مجد افشا وكريم ندفيد وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر أما قائمة الاسماعيلي لمواجهة النادي الاهلي فتضم أحمد عادل عبد المنع ومحمد فوزي وكمال السيد ومحمد عمار ومحمد نصر وحمد النقاز وعبد الكريم مصطفى أسام صبحي وعماد حمدي ومحمد بيومي وعمر الساعي ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومحمد عبد السميع عبد الرحمن مجدي ومران حمدي ونادر فرج وخالد النبريسي وباسم مرسي وحمد الشيخ وحمد صلاح وإيريك تروري اشتركوا في القناة